كما عودنا الشباب السوري دائما على تقديم الأفضل بمجتمعه من خلال بعض الأنشطة والفعاليات وطبعا المجالات اللي عم يقدمها الشباب بكثير طبعا المجالات الحياة اليوم معنا فريق دليل الشباب السوري اللي عم يقدم برامج متعددة في مجال التقنيات وأيضا التكنولوجيا يعني الحديثة من خلال فرق تطوعية هذا الفريق اللي عم بيقوم بعدد ورشات وكان مؤخرا هيدا الورشات اللي عم يقوم فيها بمحافظة اللادئية وطلطوس طبعا كان هيدا الورشات ضمن حضور واسع جدا نتعرف أكتر على هيدا الفريق وشو هي طبعا الخدمات والأنشطة اللي عم يقدمها بسعدنا نراحب معنا بالاستوديو مؤسس دليل الشباب السوري بلاد فيود والمتحدثة باسم الفريق زين السيد من الكنيسات صباحكم صباح الخير ميلاد صباح الخير ميلاد صباح الخير صباح نوت أهلا وسهلا فيكم إداية الميلاد خلينا نحكي عن الورشة العمل اللي صارت بلادئية وطلطوس نحكي كيف تمت هاي الورشة كيف كانت أجواء الحضور كيف كانت تفاعل الناس معه الورشتي العمل كانوا بلادقي وطلطوس يوم بيوم أربعة تسعة وخمسة تسعة كان فيه أجواء إيجابية جداً من المحافظتين كان فيه حضور واسع متدت لساعتين قسمت على خمس محاور لخمس متحدثين كنا نحكي فيه عن مجالات الحياة بشكل عام عن العمل الحر، تصوير التعلم الزاتي، التسويق والإدارة والعلاقات العامة هاي المجالات بتفيد أي شخص اللي يطلع ببروسس معينة بعملية معينة كاملة بتفيده بأي مجال كان سواء كان طبيب أو مبرمج أو أي مجال فهي بتفيده أنه يطلع ببروسس بشكل كامل كانت الأجواء إيجابية جداً لقينا ردود أفعال أو فيدباك من الحضور بشكل إيجابي حلو، سيد زينا اللي عم تحدث فيه ميلاد هي كانت محاور هذه الورشات لكن خلينا نعرف من حضرتك بمعنك متحدثها باسم الفريق عن فريق دليل الشباب السوري، شو هيداء الفريق؟ شو مؤلف؟ شو الخدمات اللي بتقدموها؟ بما أنكن أنتوا فريق تطوعي وعم تقدموا هايدي الخدمات بمجال البرمجة؟ دليل الشوب هي شركة برمجية ناشئة تعليمية بتهدف لخلق المهارات البرمجية والتقنية بعم طريق تدريب اليافعين باليافعين وطبعا نحن نعتمد مبدأ مشاركة المعرفة هلأ الشي الحلو نحن بفريقنا أنه نحن ماشيين على نظام الشركات بالعمل يعني نحن مقسمين فريقنا إلى عدة فرق وطبعا كل فريق عظيم ويشتغل لحاله كتير ومجتهد كتير عنا مثلا الفريق التنظيمي وفريق التقني وفريق التدريبي وكمان عنا الفريق التقني طبعا كلياتنا نشتغل على أنه توسع بمهاراتنا نتوسع بمعارفنا نشاركهم بين بعضنا وما بين الناس لحيط نوصل صوتنا لكل وأكيد ننرفع ونطلع ونرتقي بالمجتمع التقني السوري يعني ميلاد الورش اللي ساويتوه بطرطوس أول شي بدأتوا باللاتقية بعدين يحطوا على طرطوس خلينا يعني أعرف أنه أنتو هذا الانتقال على المحافظات ليشمل كل المحافظات السورية شو الغاية والهدف منه الالإفنت بشكل عام هو كان تحت عن ON ABC Workshops بدأ بالشهر الثالث أول موسمين منهم نعملوا باللاتقية فبعد ما لقينا ردود أفعال إيجابية قلنا أنه خلاص لازم نتوسع على مستوى سوريا لننشر المعرفة على مستوى سوريا كاملا ندرج مبدأ تدريب اليافعين باليافعين اللي نحن منعتمده بالشركة هذا الشي خلانا ننتقل بالموسم الثالث للتوسع على مستوى الساحل السوري اللي هي اللاتقية وطرطوس ما بعد هذه الخطوة نحن عم نفكر خلال المدى القريب أنه نتوسع على مستوى سوريا كاملة لحتى نطلع بالمجتمع التقني السوري نطلع بأفضل مجتمع ممكن يكون من اليافعين التقنيين بسوريا يعني ميلاد الفئة المستهدفة هي اليافعين فقط اليافعين والشباب الفئات الأقل عمرا مثلا الأطفال هذول مو مستهدفين لا حد هلا لا بس أكيد رح يكون في كورسات قادمة في ورشات قادمة تستهدف الأطفال بطريقة نموذجية أكثر تمام هلأ زينا أنتو عم تقدموا يعني مجالات متعددة بما يخص البرمجة طب أنتو كمتطوعين يعني من وين استمدتوا هذا التأهيل والتدريب لحتى تقدروا تقدموا هذا الكمل هائل من المعلومات يعني هي تدريب يعني انتو تضربوا هلأ بمعنو نحن نيافعين شباب فكلياتنا جمعنا بعضنا نحن عبارة عن رفقة كلياتنا كننا من النخبة ومن الأوائل دائما بالتاسع يعني اجت فكرة بين بعضكم تماما اجت فكرة بين بعضنا واهتمامنا بالبرمجة وتقنيات وتكنولوجيا وكل واحد فينا له اهتمام بشي مثلا في ناس فيه ميلاد بيهتم بالبرمجة كتير نحن كلنا نهتم ببرمجة أنا بيهتم بالمونتاج كتير فكل واحد مهتم بشغله وعم يطور حاله زاعتيا نحن عن طريق الانترنت عم نطور حالنا زاعتيا عن طريق أهل الخبرة عم ناخد نصائح منه وعن طريق بين بعضنا كمان فبهالطريق نحن عم نطور من حالنا دائما جمعتوا بعضكم ميلاد وأستستوا هيدا الفريق اللي فعلا هو متميز خبرنا اكتر عن الخدمات بتأدموها ذكرت منتاج ذكرت حضرتك برمجة باقي الفريق شوي قدام نحن بشكل عام منقدم دورات تدريبية تقانية سواء بالبرمجة أو بالمونتاج أو الجرافيك ديزاين بالإضافة انه نحن بلشنا مؤخرا بالشغل على المشاريع الشغل على التاسكات مسيطة تتكون بروجيكت كامل لحتى نتوسع اكتر من مجال التدريب يعني مجال التدريب بالإضافة لمجال المشاريع والخدمات البرمجية حالو زينة يعني حكيتي حضرتك انه في عندكن فرق كتير وكل فريق متخصص بالشي قدموهم نحن يكون في تعاون في انسجام بين هاي الفرق حتى فعلا نحن نجني السمار على أرض الواقع نحن ننجح بالشي اللي عم نقدمو يعني كنتوا باللادئين تقلتوا لطرطوس هيدا دليل نجاحكم فغلا نحكي عن هيدا التعاون قدموهم وقدهو ضروري بين هلأ نحن شيد فينا أنو كل ياتنا بأعمار بعض وكل ياتنا نتفاهم يعني أي مشكلة بتصير معنا فنحن نكون جنب بعض نساعد بعض نطلع سوا ندرس سوا فيه جو دائما حلو بعناتنا يعني نحن دائما ما فيه مثل إنو والله هاد كبير عمرو فيه هيك تحفوزات فيه وعالفشو بالعكس نحن كتير هيك ودودين منحب بعضنا رفقة بالعكس كان كتير الجو حلو مع بعناتنا وهذا الشيء اللي قدى أنه نحن نطلع بنتائج حلوة لأنه مثلا أثناء التدريب أثناء التحذير أثناء الشغل نحن دائما متعاونين ومتكاتفين ومتمنى لبعض الأفضل لهيك نحن عم نقدر نطلع بشي حلو يعني بالنسبة للخطط اللي بتحطوه من شان الشغل كيف مين اللي بيخطط مين اللي بيحط الخطط لقريبة المدى لبعيدة المدى مين يعني هي اختصاص مين كيف أنتم مزعين المهام بين بعض؟ ميلاد فيوض وبيطلع بالخطط اللي يعني الأفكار الأساسية وبعدين نحن أكيد بنعطي رأينا بهالقصص بنطور أكتر بنحط أفكار تانية بس ميلاد فيوض هو الرأس بشكل عام مثل ما حكت زينة اللي بيخلق كيميا بين الفريق هو الفئة العمرية نفسه يعني نحن تقريبا فريقنا مكون من فريق عمل بين 14 ل 17 سنة فبشكل عام بحطة الخطة هي اقتراح فكرة فمانا ملزومة بشخص معين ولكن هي مجرد آراء بين الفريق اقتراحات بين بعض يعني ندين كتير حلو أنه نشوف شباب بهالعمر هيدا يعني متعودين نحن مثل ما حكايتي تحت الهوى أنه على طلاب الجامعة اليوم عم نشوف طلاب من أعمار اللي صغيرة عم يكونوا بهالنشاطات المهمة صحيح وبالمرحلة الثانوية ذكرتوا أنتو صفة طبعا 11 سنوية يعني هيدا شي مبشر فعلا بجيل قادم صحيح أنتو فريق دليل يعني دليل الشباب السوري اليوم كيف بدون يستدلوا عليكم ميلاد؟ بشكل عام الأنشطة بتحكي عن حالة يعني الفكرة الأساسية من أنه كيف ليستدلوا علينا هي التسويق التسويق، وين بتسوقوه؟ مثلا خلينا نضرب المثال بالمقابلة المقاولة تسويق بشكل عام الفيسبوك تسويق تسويق منصات التواصل الاجتماعي تسويق حتى الإفنت اللي بتطرحه بشكل مجاني وبتتوسع على مستوى سوريا فيه هو تسويق الهدف الرئيسي من أنك تنتقل على ترطوس بعدها على مخافظة ثانية بعدها لتتوسع على مستوى سوريا هو تسويق لإلك لتصير أنت فعلا دليل على المدى القريب والبعيد على مستوى سوريا موقعكم هم باللادئية وين ميلاد؟ بالزراعة بحضنة أعمال في صحة عمل أي حدا حابب يدخل بهذا المجال قادر يوصلكون عن طريق العنوان بيسجل اسمه بيجيل عندكم يعني إذا بنا نحكي عن إجراءات الانتساب لأيكم عن طريق الإنترنت أكتر شيء يصير الانتساب بعدين حسب إذا كانوا ينتسب كمتدرب أو متطوع وهذا الشيء يتم العمل عليه لحتى يصير أثلاس يعني بشكل أفضل زينا يعني بالصيف النشاطات كبيرة وكتيرة طلاب معطلين الناس كلهم عندهم عطلوا هيك هلأ صار افتتاح للمدارس لسه نشاطكم يعني بهيدا التوسع بهيدا الشمولية ولا راح نخفف شوي بالشكلية؟ هلأ نحنا أكيد مكملين بنشاطاتنا وشغلنا بس أكيد طبعا بفترة المدارس منحاول نمشي عن معضل طبيعي تبع شغلنا بس أكيد في التزامات بمأن نحن طلاب بس أثناء العطلة الانتصافية أو العطلة الصيفية فأكيد بيكون شغلنا فوق المعضل الطبيعي نسبة أنه كل متفرغ من قبل عضاء الفريق وبالتالي ايه؟ يعني الشغل ما بيأثر على الدراسة مثلا؟ أكيد لا هي الفكرة أنك أنت تعرف كيف تديري وقتك وكيف تديري كمان فريقك وهذا الشيء اللي احنا حكينا عليه بالإفنت الماضي ممكن بساعد هذا الموضوع بساعد دراستكم لهيك زينة إذا بنا نحكي كمان عن نقطة هامة يعني أدي هو إله الفريق بداية؟ أدي لكم من نهاية 2021 من 2021؟ من 2021؟ من 2021 لحيدة اليوم، شو الإنجازات اللي حققتوا من خلال فريقكم؟ نحنا طبعا لما تكتسألي عن إنجازات فنحنا لازم نسأل المستخدمين والمتدربين عننا يعني مثلا خي نضرب مثال بصاحب المنتج أو ببائع المنتج ما فيه نسأل بائع المنتج عن أثر المنتج بيئة المجتمع لا نحنا نسأل المستخدمين عن المزايا والسلبيات اللي نحنا حققناها وهذا المنتج حققوا فطبعا كيف كانت الأصداء، النتائج؟ النتائج كانت نحنا طبعا من خلال تعاولنا أو تعاملنا المستمر مع المتدربين فنحنا قدرنا نلمس نتائج إيجابية إن كان بسواء الاستشارات البرمجية أو إن كان بالتدريب وطمعا حزينا على كثير ردود أفعال إيجابية من خلال نصائح من أهل الخبرة وكمان من الناس اللي دعمتنا بكل خطواتنا حلو جميل جميل بيلاد دائما أي فريق، أي عمل، أي مؤسسي بيكون عنده هدف، غايات، بعيدة المدى، أصيرة المدى خلينا نحكي عن خطوتكم الاستراتيجية الطويلة المدى والأصيرة المدى خلينا نبدأ بقصيرة المدى خصوصا بعد الانتشار اللي حققنا على مستوى الساحل السوري بيبلش إنه أنت لازم تطور من شغلك أكتر لازم تخلي الوصول إليك أسهل متل ما حكيت أنسي نادين بالإضافة إنه بدك تطور من مزاياك الموجودة عندك فنحنا كشركة برمجية بدنا نتيح موقع ويب بالشهر القادم ببداية شهر عشرة بالإضافة إنه رح نفتح دورة تدريب تأهيلية لحتى ناخد مننا متطوعين جدد لحتى نزود خبراتنا بين بعض بالإضافة لنزود أعضاء فريقنا قوة أكتر هلأ ميلاد أنتو من أداء لكم دخلتوا بهذا المجال إذا هلأ أنتو صفحة عشرة؟ هلأ كل شخص بيختلف عن الثاني من أجل ما تبلش المجال مثلا أنا من صف الثامن تقريبا طيب شوف عندك التعلم المبكر للبرمجة؟ بشكل عام التعلم بالبرمجة ما بيكون إلو علاقة إذا مبكر ولا متاحة لسبب أن الفكرة بالكمية اللي بياخدها بالإضافة لتنظيمه لوقته وتنظيمه لإدارة مهامه بالتعلم بشكل عام التعلم المبكر إلو فائدة بالأطفال بهذا الفكرة إنه الأطفال بتنمي فكرتهم الخوارزمية بتنمي تسلسل أفكارهم المنطقية ولكن باليافعين كمان بتنميهم ولكن ما بيختلف بتوقع اليافع عن الشخص اللي عمره 30 سنة وعم يتعلمه سواء في فكرة تتوجههم للأطفال؟ مستقبلاً أكيد وقدموهم زينا هلا قدموهم إنه فعلاً كل الناس كل الشباب كل الأطفال يتعلموا المبادئ البسيطة للبرمجة أكيد شيء كتير مهم لأنه هلا البرمجة ما بقى بس للشخص المبامج ما بقى شخص المبامج بس بيحتاجه لأ صار الناس حتى مثلاً ممكن الطبيب بيحتاجه لحتى يارد خدماته بديو طريقة يقدر يارد خدماته بديو يقدر يعمل موقع عن طريق إني مثلاً يتعلم البرمجة فأكيد أي شخص بالحال اللي قدر يعرض خدماته اللي قدر يسوق الحاله أكثر يساعد الناس أنه توصله بشكل سهل بده موقع بده طريقة أن يوصل صوته للناس فالبرمجة صارت مهمة لكل الأعمار ولكل المجالات وفي أشخاص مثلاً قدرتوا يعني كانوا هني محابين البرمجة وصائل انتوا قدرتوا تقنعون فيها تقدرتوا تحبون بهذه قصة؟ أكيد طبعاً لكن البرمجة هي بحر لما أنت بيك تفوتي فيها هي بحر وهي تجربة يعني ما فيك مثلاً من أول مرة تشتغل عليها يلا أنه يلا يا حبيتها يا ما حبيتها لا هي بحر يعني أنت بدك تفوتي تتعمقي هي شي كثير حلو هي كمان بتعزز التفكير المنطقي والخوارزمي والرياضي ومستوى العلمي كمان فأكيد في كثير ناس حبيتها بسببنا خاصة أنه نحن منعلم يعني اليافعين عن طريق اليافعين فأكيد في اسلوب ممتع بسرح المعلومة أكيد وبشكل عام هذا اللي عم نسعاله نحن بالإفنتات يعني من ناحية الانتشار أنه خلاص أنت تطلعي بأفضل مجتمع تقني ممكن يكون موجود بسوريا طيب مثل ما ذكرت زينا البرمجة بحر وعالم واسع ومستمر يعني هو دائما في شي جديد بعالم البرمجة كيف تواكبه كل جديد؟ من واكب كل جديد بأنه نطلع عليه الطلاع تمام؟ وبالأساس نحن مقسمين كفرق يعني ما فينه الواحد يكون مبرمج لكل شيء يعني مبرمج تطبيقات الأندرويد غير مبرمج مواقع الويب غير مبرمج الألعاب هنه تخصصات فهي بتختلف بقى بأنك أنت تطلعي على جديد بالإضافة لتقسيمك لفرقك كيف في شيء أنه ممكن كمان أنتوا تتدربوا عليه لسه تتعلموا يعني كل برمجة جديدة هو التعلم ما بيخلص يعني مستمر مستمرين يعني بالتجديد طيب إذا بنا ناخد منكم نصيحة شباب اليوم بعالم البرمجة تعلم البرمجة بكافة الأعمار لأنه ذكر ميلاد أنه العمر ليس له علاقة أبدا يعني أي حدا حابب يتعلم بأي عمر هو قادر يتعلم تطبيقات البرمجة طبع فخلينا ناخد منك نصيحة زينا بالبداية طبعا أول شيء نصيحة لح تكون لليعفعين والشباب لأنه نحن نجي للمستقبل فأكيد بنصحهم أنه بدل ما نضيع وقتنا على الموبايل أو على السوش الميديا بشكل سلبي لا بالعكس نستثمر وقتنا نزيد من مهاراتنا نعرف شو هي ميولنا ونتطور أكتر وطبعا بنصحكم بالبرمجة لأنه هي مهمة لكل المجالات مثل ما ذكرنا سابقا يعني أنت بتحتاجها بأي مجال بالحياة زائد أنه بتعزز تفكيرك وتوسع مداركك ونصحكم بدليل الشباب لأنه نحن نعتمد فكرة الإسلوب السلس ونعتمد دائما أنه نعطي الإسلوب بشكل أو الفكرة بشكل ممتع ونحن يافعين ونفهم على بعض كمان أنه من اليافعين لليافعين تماما ميلاد كمان كلمة هيك حابة أولاد مثل ما قالت زميلتي زينة أنه بنصح لكل أنه يتعلم برمجة وما بقى فيه عائق يعني كان أنا قدامي عائق أنه بكره التدريب الأكاديمي بسبب فرق العمر فخلص نحن حلينا هالمشكلة أنه ما بقى صار في فرق عمر شبنا لكون مدربين من نفس العمر مليار بالمئة أنه مدربين بنفس الفئة العمرية المتدربين فهذا الشيء ما بقى عائق قدامكم أبدا وبالإضافة أنه نحن عم نطور من حالنا بشكل مستمر بإدراجنا لموقع ببداية الشهر العاشر إن شاء الله حالو إذا أيضاً بدنا نحكي نصيحة إضافية لإنعكاسها على الجانب التعليمي يعني هذا الشيء ما بأثر مثل ما تكت مع إدارة الوقت فشو أضف لقى لكم تعليمياً يعني هذا الشيء ساعدكم بالدراسة زينة؟ أكيد طبعاً البرمجة بشكل عام هي كثير موضوع خوارزمي ورياضي يعني أنت دايماً بدك يكوني قاعدة عم تتطوري رياضياً فدايماً بتساعدنا نحنا بالمدرسة خاصة بالرياضيات بيكون مثلاً أخدنا شيء بالبرمجة نحنا عالتركيز أكثر أكيد قدمنا بالرياضيات زينة كما أكيد التركيز بتوسع بمداركك لأنه بتساعدك على التفكير المنطقي والخوارزمي صحيح فهذا الشيء أكيد بيساعدنا أكيد عالتركيز وتساعد معلومة بشكل أسهل بمدرسة يعني ميلاد حكيت حضرتك عن نقطة كتير مهمة أنه عندكم كل فريق متخصص بالشيء هون النقطة اللي بدي اسألك عنه أنه قديموا هم اليوم التخصص جوء داخل التخصص يعني كل واحد يتخصص بنقطة بموضوع بجانب مهم ويكون عنده معلومات كتير يا عنا أحسن ما يكون هاي الفكرة بيعتمدوها نظام الشركات بأغلب الأوقات أو بالأوقات كلها أساساً الفكرة من هون أنه أنت خلص تمشي بتاسك معين لا تخلصي بعدين تتربطي مع الفريق التاني هذا الشيء بيساعد أنه يسرع الوقت يعني أنت خلص معك وقت معين بالإضافة أنه تمشي مع الفرق بشكل عام نعم نعم أكيد دابدا أتمنى لكم كل التوفيق بفريق دليل الشباب السوري اللي هو فعلا متميز يعني أنتو مبثلين عن الفريق ومؤسس أيضا الفريق فكرتك كتير حلبة ورائدة إن شاء الله منتمنى على يعني الألق والتقلق يعني بالمستقبل وفعلا نستقطب أكبر عدد ممكن من اليافين وتتوسع شريحتكم والجغرافية هيدا الفريق شكرا نكتلا إلك كميلاد صيود مؤسس الفريق وزينا المتحدث بإسم الفريق زينا السيد شكرا لصلافتكم شكرا شكرا لوجودكم شكرا كيرا استضاف ميلاد شكرا لوجودك زينا شكرا لكم نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله قادمات الأيام تحملكم كل خير وكل نجاح شكرا